السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مع بعض منهج الكونيك في برايمير 1 أو جونيور 1 ساكن تيرم اليونت ده خلصنا اليونت 10 و11 ومعينا النهاردة 12 بيكلم عن الكلوز ايو بي تقولي كلوزس يا غلط هنستبدل الـ T-H-E-S بالـ Z أو الزد هقول close يعني ملابس ايه هي الملابس التي ذكرت معينا في اليونت هنا جاكت احنا قلنا حرف الـ G في الفانت احطله ده الزغنطاتة أو دي زغنطاتة فاقول جاكت تمام والـ T-shirt والـ skirt اللي هي الجيبة و sweater عندي هنا الـ E اي هنطقها اي بس اللي هو الفتحة فاقول sweater تمام ويبانت اللي هي البنطالون وحطها جمع اليه عشان ليه اتنين رجل تمام زي المقصة زي السيزرز بنتعامل معي بصغط الجمع عشان هو ليه اتنين ايد بيقص بيها والـ pants كمان والـ shoes كل دي اي حاجة ليها cobble كده او جزئين بتعامل معاملة الجمع وكمان clothes زي pajamas اللي هي بنام بيها pajamas ويعندي الحزاء يعني shoes shoe بقول u شايمة u shoes تمام والجوارب يعني socks بس اتعامل معها عشان ليه ايه جمع عشان هي ليها cobble ليها جزئين او ليها فردتين زي الشوز بنعملها معاملة الجمع تمام والسوستة بتاعتنا او الصحاب بتاع الجاكت اسمه زيبر زيبر تمام طيب الـ color اعطنا ثلاثة الوان في اليون الده اللي هو الـ yellow اللي هو أصفر white أبيض وورنج اللي هو البرتقال بعد كده اتكلم في اليون الده عن ازاي اسأل عن الاشياء المفردة واجاوب عليها ask and answer about object ازاي ابتدي اسأل واجاوب عن الاشياء اي حاجة شيء غير عقل هاسأل عليه ازاي to ask about singular object عشان اسأل على الاشياء المفردة we use احنا بنستخدم what's this what's this ماذا يكون هذا او ما هذا الشيء الاجابة بتكون it's a او انا والشيء يعني اقول it's a jacket لو انا قدامي مثلا تي شيرت هقوله ايه what's this هتقولك it's a t-shirt لو عندي مثلا نجيب هقول what's this اقولك it's a skirt طيب لو عايز اسأل على حاجة جمع بقى ask about plural object لو انا عايز اسأل على حاجة جمع بستخدم we use what are these اسمها these مش this these what are these ده ايه بيكون ايه ده الاجابة بتكون they are والشيء they are طب انها استخدمت are ليه عشان قلت لك اي حاجة ليها فردتين بقى ايه بقى اتعامل معامل معاملة الجمع فاستخدمت they اللي هو هم انما تعالي نشوف كده في المفرد تعالي نحطوه قدام بعض كده في المفرد قلت السؤال what's this استخدمت is انما هنا في الجمع قلت what are what are these طب لما باجي اجاوب لما باجي اجاوب بعمل ايه بعمل cross او زمان كانوا بيقولنا عليها مقص بجيب الاول these بحولها they هم وبعدين بجيب verb to be are these these بحولها they وانزل verb to be are they are bands ده بيكون بانطالون طبعا ايز اقول على لونه هقول they are yellow ده بيكون اصفر يبقى الخلاصة معينا لو الاسم مفرد هقول it is او it لو الاسم جامع هقول they are او they are they are they are الاختصار بتاعها زي it they are الجزء الفونيكس اللي معينا letter j او j sound زي jump يقفز زي jam مربة زي jacket تمام و letter v زي violin اللي هو الكمان لا 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 اسمه violin عشان بعد كده ما تيجي تحفظيه اللون اللي هو violet فرقيله بينهم violet اللي هو اول لون في ال rainbow في اليونات اللي قابليها طيب van اللي هي سيارة نقل الغنططة و vat اللي هو طبيب بيطري هنخش على الجزء بتاع tidy up بيرتب let's tidy up let's احنا قلنا let's d يعني هيا بين اي حاجة يعني let's count يلا نعيد let's draw يلا نرسم let's tidy up يلا نرتب في مجموعة كلمات يجب يعرف help يعني يساعد put away ارجع كل حاجة مكانها امور اقول put away يعني رجع الحاجة دي مكانها وهي تعلم يقول please من فضلك طيب الجزء ده المفروض لو انا بطلب مساعدة من حد هقول please help please help ممكن المساعدتك تمام طيب لو عايز اقول له رجع الهدوم دي مكانها اقول let's يلا هيا put the clothes away put the clothes away حط الملابس دي مكانها تمام put the been away حط الالم مكانه يبقى اي حاجة احطها مكانها اقول put والحاجة away طيب هنا الجزء المهم اللي اللي هو جزء yes or no question السؤال بyes او no او السؤال بمعنى هل مسأل حد هل كذا كذا يقولك او لا يبقى yes or no الاجابة بتبقى نعم او لا طيب النوع الاول في yes or no question اللي هو verb to be لما اجي استخدم verb to be في اول الكلام بحرف capital هيجي بمعنى هل هل سواء كان بوفرد او جامع سواء كان ب is او or تعال نشوف كده is this your skirt انا بسألها حاجة مفردة هو دي الجيبة بتاعتك لو هي الجيبة بتاعتك هتقولك yes it is عملت ايه عملت cross او عملت مقص this اتحولت ل it عشان هتكلم على حاجة مفردة هتنزل زي ما هي بس بعد ما نعمل الكورس بتاعنا yes it جيبة طب لو هسأل السؤال بالجمع هقول are these your shoes انا قلت لي استخدمت are لي واستخدمت this لي عشان هي shoes فردتين او two cobble فهستخدم معيهم الجمع طب هو ليه هنا قالك these this وهنا these هقول لي كان لي عشان هو بيشاور على الحاجة فبيقول this حاجة قريبة منه تمام حاجة مفردة وقريبة منه انما this حاجة قريبة منه بس جمع تمام فهو بيشاور عليها فانت لما بتجاوبي بتجاوبي هل الحاجة دي عقل او غير عقل فهقول طبعا it لان احنا بنكلم هنا عن الاشياء غير العقلة اول الكلام بحرف كابتل بمعنى هل والاجابة بتكون عليه yes or no are these your shoes هو ده الشوز بتاعك لو هو مش بتاعه بقى ويجاو بالنفي هيقول no they aren't هم مش بتوعي واخد بالي ان no لها توأم اللي هو not بيجي بعد الverb على طول ما يقدرش يستغنى عنه ولو ما جاش معاه النو المامي اللي محتاجا وكل الورق ده هتلاقي موجود على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته